السلام عليكم ازايكوش وحياب نبدأ مع بعض كيف تشوف له. بص يا سيدي. احنا اللي خدنا الحد لقتي حاجة اسمها وعشان نعرف نشتغل كنا لازم نعرف زي متوصلة ولا متوصلة عندنا بقى بعض ولا هي ولا هي ما نعرف لاش حاجة بنسميها طب نحلها زي قمص لو مش هارف حلها فجي عالم اسم كارشوف قدر ان هو يعمل قانون او اتنين يحل بيهم المسالة المعقدة دي حواريك اشكال منها زي ما انت مسلا شايف قدامك كده السؤال مسلا ده هل الاربع اوم دي والوان اوم مع بعض? لأ مش مع بعض. طب هل مع بعض? برضو لأ. طب ازاي مستر اهو فوق بعض اهو. تعال نحط النات كده. تبقى دي 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 برضو. شان ده نفس الواير الفاضي. فعيزا اولها واخرها هتلاقي بعد كده اولها واخرها فهم الاتنين مش بارل. ولا سريز. طب هتعمل ازاي في موقف ازاي ده. طيب زي دي. ها فيها سريز? لأ. برضو لأ. طيب زي دي. نفس الكلام. يبقى انا عندي مش قادر اضبقى فيها فلازم ادرس كاشوف اللي يدر يحلي المسائل اللي قوم ما بقالش يحلها. تمام? وعادة هتلاقي مسلا في مسائل كيرشوف اكتر من باتري مش مع بعض اللي انت خدته في امز له. كان اتنين باتري يعمى ستبورت يعمى ديستروي. يعمى بنعملهم بلاس يعمى بنعملهم مينس. انما هنا دول ايه دول? دول مع بعض والاكس بعض. ما نعرفش. طيب اه الاتنين دول خمسة والاربعة اوم سريزة والابرل. ما نعرفش. ف بنستخدم معها ايه? كيرشوف له. طب كيرشوف ده عمل كان قانون. كيرشوف يا سيدي عمل قنين. واحد الكارنت واحد للفولت. قانون اسمه كيرشوف كارنت لو و كيرشوف فولتج لو. يبقى عنك القانون اتنين واحد للآي واحد للفي. عظيم. يبقى انا عندي من البداية خالص اهو. معقدة جدا اللي نحن طبع عليها اومزلو. ولا في سيريس ولا في بارل. فعملنا قانون او عالم اسمه كيرشوف قدر يعمل القانون دي عشان يحل المعقدة دي. طيب عظيم. اول قانون منهم اسمه كيرشوف كارنت لو. كي سي ال. احنا عارفين طبعا لو عندنا مسلا الشكل اللي قدمنا ده. اللي انت شايفه ده. عندي دخلة من الناحية دي. تعال انسامي دي جيت نمبر ون. بوابة رقم واحد. دخل منها خمسة كولوم. فايف كولوم في تشارج. لو انا جيت وزعت بعد كده جيت وان دول عملت اجزت. جيت نمبر تو. وجيت نمبر سري. اكيد اكيد. اللي هيخرج من هنا. واللي هيخرج من هنا مع بعض. لازم يبقوا خمسة كولوم. ما هو اللي داخل خمسة كولوم لازم اللي يخريك خمسة كولوم. انت لو عندك مسلا اه فصل مسلا. او مكان. المكان ده دخل جواه خمسة اشخاص. لازم يخرج من الناحية التانية. في النهاية لازم هيخرج من الناحية التانية نفس الخمسة اشخاص. يبقى دخل خمسة لازم يخرج كم? خمسة. دخل اتنين يخرج اتنين. دخل واحد يخرج واحد وهكزا. يبقى. انا عارف قردي ان منطقي كده طالما في خمسة كولوم داخليني بقى في خمسة كولوم خارجي. كان شوف كرنت لو ده انت اصلا كتبقوا مع نفسك كده وحنا بنحل في مسائل او من غير ما انت عرف في نواكر شوف. اديك مسائل كده الاول. فاكن لما مسلا كان بيعندنا كده. واللي تندل مسلا ما بعض. كان مسلا هنا فيه امبير. ويكون ايلك مسلا ان هنا فيه سري امبير. انت اوتوماتيك. اوتوماتيك ترجمت دلوقتي ان هنا فيه كام? بالعقل والمنطق كده يعني مش محتاجة. هو فيه كام واحد داخل? خمسة. طلع فوق كام? تلاتة. يبقى اكيد تحت فيه كام? الباقي. باقي تلخمسة. يبقى هنا في تنين امبير. او ده كده شوف كرنت لو. اللي داخل ادي اللي خارج. القنون تافه جدا وبسيط جدا. هنفوش اي حاجة صعبة. يبقى تعالى كده مع بعض نقروا كده بتاعه الاول نفهمه نعرف السا نتفق ايديات بتاعته وناخد الماسماتيك اللي هو شكل القنون عمله ازاي? ونبدأ نشوف اسيل عليه. كرشوف فرس لو مبدايين هو مبني على حاجة اسمها اللوف كونزيرفاجن الف الكترك تشورج. مستر مش هو دلوقتي يعني انتولت لي كرشوف كارنت لو. ايه اللي شارج في الموضوع. افتكر معاك ده ان يعني يعني عبارة عن ايه اصلا? عبارة عن عبارة عن ماشيين في السلك. شوية شحنات ماشية في السلك. يبقى ما هو الا? يبقى هو مبني على حاجة اسمها قانون بقاء الشحنات. يعني قانون بقاء الشحنات هو اللي احنا لنفوق ده. ان لو عندي خمسة كولو مدخلين من ناحية لازم هيخرجوا من ناحية التانية. لازم. طيب. شكل اللي القانون عمل ازاي? والديفنيشن عمل ازاي? شكل القانون ليه سختين زي ما انتشاف قدامك كده. يعني يعني السجما اي اين ايقوى الزجما اي اوت. العلمة دي يا شباب. السجما اللي هي مجموعة يعني. سمشن. سمشن اي اين او سجما اي اي think مية الكهربا اللي داخله لنقطة معينة. اي اي اكوال سجما اي اوت ال كارنط اللي خارج من نفس النقط دي. يبقى اللي داخل لدخارج. طب، الصيغة التانية. سجما اي 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 ايرو مجموعة号 كارنط بقى. اللي داخل واللي خارج. اكوال كام اكوال زيرو. هتغرف لحال عشان اللي داخل هنديره مسلا ساين واللي خارج هنديره مسلا ناجتف ساين. فما تجمعه على بعض يدي لك كام زيرو. يبقى في النهاية زيرو. يبقى بتاعنا دي بس مش مش اناود لا هي اتاني نوت هي غلطة امباية. اتاني نوت في مجموعة الكارنس اللي داخلها للنقطة دي هي ايه يا مستر كلمة جديد يعني. نوت يا سيدي نقطة. نقطة بيتقسم او بيتجمع عندها الكارنس. هنشوف برضو امثل عليه. يبقى كميت الكهرباء اللي داخلها للنقطة دي. للنوت دي. اللي خارج من ايه? من النوت. او طبعا بنقول ان الالجبريكسان بتاعهم كلهم اه ايكوال زيرو. تعالى مسلا نجدل سؤالة زي ده. فين النوت هنا? فين النقطة اللي بيتقسم او بيتجمع عندها الكارن? فين الميدان? عارف الميدان? عارف يعني ايه ميدان? ميدان كده بيكون سناية كبيرة كده. والعربية بتلف حواليها صح? وفي شوارع تانية حتى لو جيت رسمها لك. بيكون دي سناية. ده الميدان مسلا. بكها بيكون في شارع من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا وكزا كلهم في النهاية بيتجمعوا عند النقطة دي او بيتفرعوا من عند النقطة دي. طيب. فهنا لو سألت نفسك كده فين الميدان او فين النقطة اللي عندها بيتجمع هي النقطة دي ميفش غيرها? اللي هي النقطة اي? وبتبدأ تطبق القانون ده. كنها بازل كده. والله عندي الخمسة امبير ماشي كده. دخلها رايحة للنقطة. ومين كمان الاربع امبير رايحة للنقطة? طب مين تاني خارج? والله الثمانية امبير خارجة. وكمان الستة امبير خارجة. او عندي هنا اوية. ما عرفش ايه بقى ده. داخل ولا خارج? كن شوف له هو لا هيقولك. الو المنطق. تعال نشوف. انا فاهم حاجة واحدة. ان اللي داخل قد اللي خارج. طب فهلا نشوف اللي داخل كده. اللي داخل اللي هو كان احمر. اللي هو الخمسة والاربع. المفروض يكونوا قد مين? اللي خارج اللي هو باللزرق. اللي هما مين? التمانية. هو الستة. طيب ما هو خمسة واربع ده يعني كام? تسعة. طيب تمانية وستة. تمانية وستة ايه ده? غريبة يعني. لازم حاجة بقى تزبط الكفة. صح? اللي هو مين? اللي هو الاي اللي احنا بكناش عارفينه ده. طب اضيفه على مين? اضيفه على التسعة وتضيفه على الاربع تاشر. ما اكيد لازم اضيفه على التسعة عشان تبقى قد مين? قد للاربع تاشر. يبقى انا متأكد ان الاي ده هو كمان داخل للنقطة. اللي اسمها نهود ايه? يبقى انا متأكد ان الاي ده ماشي في ده. رايح هو كمان للنقطة. داخل للنقطة ايه? ليه ليه? ببساطة لقيت ان اللي داخل تسعة فجأة خرج اربعتاشر. اللي هو صباح الفل ازاي يعني? ازاي يدخل ناين يخرج فورتين? ازاي? اكيد فيه فورتين داخلوه خرج فورتين منطقي. اللي داخل قد اللي خير. بقى كيسي بكل بساطة. طب قيمته كان بقى خلص انا عرفت ان اللي داخل فورتين او اللي خرج فورتين? اعرف من ان هالاي ازاي? اودي الناين الان حيات تانية. بالماينس. هيطلع معك الاي ايكوال فورتين مينس نين. هيطلع كم? يبقى اللي اجابة عندي هتكون يا اما سين يا اما دي. هو اكيد 5 امبير. طب داخل ولا خرج? قلنا ان هو داخل. يعني رايح للنقطة. داخل يعني رايح للنقطة ايه? رايح له. يبقى من السي للاي? يبقى الاجابة هتكون دي. طيب عزيم جدا. انت كده يا سي دي? بكل بساطة كيرشوف كلا تلقوه. طيب فيه طريقة تانية او اسئلة تانية ممكن يديني زقة فيها. بس ده لما نتكلم برضو او هنضطر نتكلم برضو على فهقول بس الاول اه المسألة التانية دي ممكن كيرشوف دوره هيبقى ايه فيها? وبعد كده نحل شوية على كيرشوف كيسي ونرجع التانية للكيف يقل بقى. قديك مسألة زي دي. انت عارف ان هنا فيه اربعة امبير. ماشيين كده. والراجل مشكورا بيقولك ان فوق هنا فيه تلاتة امبير. انت اوتوماتيكلي اكيد ترجمت ان هنا فيه كام? اكيد كام? ما هو ازا كان اللي داخل الاربعة. اللي داخل الاربعة. فوقه فيه تلاتة هيبقى هنا فيه كام? واحد امبير اللي داخل الاربعة اللي خارج منطقي. ده النوع الاولى دي من مسألة كيرشوف. سهلة جدا مباشرة جدا مفاش اي تركات. طيب اللي داخل الاربعة خارج النوع التاني بقى. النوع التاني حاجة زي كده. مسألة زي كده. لو بصينا هنا على النود النقطة اللي بتربط بين السلوك وبعضها هتلاقي هي النقطة دي. تعال نسميها ايه? والنقطة دي. تعال نسميها بي. ما فيش غيرهم. لو رحت للنقطة ايه? هتلاقي ان رايح لها. ده ماشي كده اهو. برضو رايح لها. يبقى هكتب اي وان بلاس اي سري. مين اللي خارج منها? اي تو اهو. رايح كده. نازلت تحت. فهكتب اي تو. يبقى اي وان واي سري داخلين للنقطة ايه? واي تو خارج من النقطة ايه? طب انا برضو كده يعني ما ما حسبتش حاجة. اه. انت كده ما حسبتش حاجة. بس انت كده ربطت ما بينهم بمعادلة. باكوشن. جبتلي ريليشن او اكوشن ما بين اي وان واي تو اي سري. هعمل بها بقى ايه? هعرف بقى كمان شوية لما درس كي في ال ان شاء الله. هعرف هطلع معادلتين كمان. يبقى عندي كم معادلة? تلاتة. معادلة من كي سي الى احنا جبناها حالا. ومعادلتين تانيين من كي في ال. يبقى نتكلم بقى عن كي في ال. فكرة يبقى عندي كم معادلة تلاتة. طب فيه كم حاجة ما عرفهاش في الرسمة? فيه كم انون تلاتة? اي وان واي تو واي سري. فلازم عدد الانونز يبقى ادى عدد الاكوشنز. لازم الحيات اللي ما تعرفهاش عددها يكون ادى عدد المعادلات. زي مثلا ما يقولك ايكس بلاس عرفت من ايه? مصلي والله ده اه معادلة واحدة. ما فيهاش غير حاجة واحدة ما عرفهاش. اللي هو اكس. فكل اللي انا عملته انه يديدتوا الناحية التانية. وشكرا على كده. طب افرق بقى قلت انا اقيل لك لا. ده الاكس بلاس الواي. والترك هاتلي اكس. ما عرفش. هاتلي برضو ما عرفش. لاجبنا ان يشتنيح لا والله ما عرف حلا. ما ينفعش. ليه? عشان فيه معادلة واحدة فيها كم قنون فيها اتنين قنون. فيها حاجتين ما عرفهمش. فانت لازم تديني معادلة كمان. لازم مسلا تقول لي مسلا اتنين اكس بقى بلس مسلا اه تلاتة واي اكل مسلا عشرين. مسلا. قنون تاني. اه كوشن تاني خالص. فكده بقى فيه كم اتنين. كم قنون اتنين لهم الاكس والواي. اعرف بقى اكتب دور عالكالكليتر. عنشوف برضو ازاي وايه? وحلها ساعتها واجيب اكس بكام واي بكام او حلها ماني ولا حتى بايدي واجيب اكس بكام واي بكام. يبقى لا عايزك تفهمهم من دلاتي حاجتين. ايه هما? اول حاجة ان فيه نوع من المسائل لكرشوف كي سي ال مباشر جدا زي ما هنحل كبان شوية. وفيه نوع هو مش هيحلها لك بس هو عيساتك في الحل. اللي هو النوع ده مسلا. ان هو يربط لك ما منهم بيكوشن. تمام? طيب. تعال بعد نروح ايه? نحل. كده خلصنا كارشوف كي سي ال. هنروح نحل عليه. وبعد كده اه نرجع لكي في ال. اللي هو القانون التاني. بص بقى سيدي. هنا كده يلا ما عندناش طبعا غير النوت اي? اللي في النص دي اهي. ونطبق برضو اللي داخل قدر لخارج. يلا بين. مين خارج? الواحد امبير. مين تاني? التو امبير. مين تالت? سيكس امبير. يبقى سيكس. بلاس تو. بلاس وان. كل ده مين? كل ده اللي خارج. طب مين اللي داخل? الفايف امبير بس. طب ما ايه ده? ما اكيد بقى الايدة كمان. ما اكيد الايدة. لازم يبقى جنب الفايف عشان يزبط الكفة. انا عندي كم هتخرج? ستة واتنين واحد تسعة. تسعة خرجوا. واللي داخل اصلا كان كم? كان خمسة. ازاي يعني? اكيد برضو اللي داخل اقدر لخارج فاكيد هنا هضيف كم? الاي ده. يبقى الاي هو كمان خارج من الاي للبي. يبقى الاجابة من الاي للبي. فيطلع معك الاي كم? هيطلع معك الاي فور امبير. هو يتحرك من فين لفين? من الاي للبي. من الاي للبي. هي بس غلطة ما بقى فاللي انا في هنا دي اي ودي بي. لان كده تشويس سي وتشويس دي نفس الشويس بس غلطة ما بقى. فهو اكيد قيمته فور امبير وبتحرك من فين لفين? بتحرك من الاي للبي. اده كده اول سؤال. تاني سؤال. بيقول لي انا عايز قيمة اي تو. تعالى نمسك الاول كل النوتز اللي عندنا في في السؤال. بص معي كده. نمسك معي النقطة دي كده. ودي. 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 دول النوتز اللي عندي في في دول البعاتي اللي ممكن عندها يتجمع او يتقسم. طيب تاني امسك اول واحدة. تاني مسلا نرقم عشان ما طلوتش. واحد. اتنين. تلاتة. اربعة مسلا. انا دي بيش بوينت مثل. انا بس بحط نقطة كده بسميها عشان نعرف نتكلم انا وانت. امسك معي. مين داخل لها? مين كمان? اهو 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 رايح للنقطة. والتو امبير رايحة للنقطة. خرج مين منها? خرج مين? الايتو. يبقى الكلام ده كله ايكوال? ايتو ايه المعادلة دي? استفتش منها حاجات. خلاص اركنا وخش على بعده. خش على رقم اتنين. رقم اتنين والله انا عندي في ستة امبير خارجة. وفي اتنين امبير خارجة برضو. وهنا مش ظاهر لي اي حاجة خالص. ما عرفش. بس انا اتبقى ان اللي داخل اللي هو الاتنين. او سوريا ايسا في اللي خارج بقى داخل قدر خارج انا اشعر في اللي داخل. بس عارف اللي خارج. اللي خارج اتنين وستة. اما تماني. اللي هم مين? اللي هم مشيين في الفرع يفين? اللي تحت ده. يبقى انا اكيد عرفت ان هنا تمانية امبير طلعين كده. لازم. لازم. داخل قدر خارج. طيب. امسك نقطة رقم ثلاثة. والله نقطة رقم ثلاثة. الاي تو رايح لها. يبقى اكتب اي تو داخل للنقطة. والتو امبير برضو رايح لها. يبقى بلاس تو. يبقى انا كده اكيدت كل اللي داخل. ايك وال كل اللي خارج اللي هو مين? اللي هو الايت. يبقى اي تو بكام? يبقى اي تو. بسيكس امبير. جبنا ان الايتو كده بكام? بسيكس امبير. تعال نكملها. يبقى بتمر اي وان. هو دلوقتي نمسك نقطة رقم اربعة مسلا. رقم اربعة. رقم اربعة يا سي دي الستة امبير دخلة كده. يبقى سيكس امبير دخلة. بس خرج منها كام? خرج منها الاي وان اهو. طلع فوق اهو كده. وخرج منها مين تاني? خرج منها اللي اتنين امبير لتحت. يبقى اللي داخل سيكس. واللي خارج اي وان وتو. يبقى قيمة الاي وان هي برعن فور امبير. بعدنا نرجع بقى كده للمعاتلة الاولانية ونشوف كم صح ولا. الاي وان قلنا ان هو فور. يبقى هل فعلا تو بلاس فور? هيدوني سيكس. هل الاي تو فعلا تريب سيكس? اهو. صح? انا بس بأكد هلك بتارية تعني يعني. طيب. تعال نشوف نمبر سري. انسى اوباست. بي سي دي. اه اه كزا عند كزا عند كزا. هم يدينا عند النقطة دي. هاتلي عند النقطة ايه. فيه النقطة ايه اهي. هو عايز يعرف هنا بكام. الفي هنا بكام. طيب. مبدالين كده تعال نقول ان في دي ماينس او سوري اسف. المفروض اي فا ار. في اقول في سي ماينس في دي ايكوال اي فا ار. يعني. تن ماينس سيكس ايكوال اي في الفور. تن ماينس سيكس بفور. ايكوال اي في فور. يبقى ال اي بوان امبير. طب الاي بيتحرك من الهاي للو كتنشل. يبقى من ال تن وراح كده. يبقى فيوان امبير راح كده. تمام? طبق نفس الكلام معايا كده. بس على السي والبي. يلا. فيي سي. مينس الفي بي. ايكوال الاي. في الار. الفي سي بتن. الفي بفور. اي في سري. تن ماينس فور سيكس. ايكوال اي في سري. يبقى الاي بكام? يبقى الاي بكو. يبقى فيتو امبير ماشيين كده. من الهاي للو. انا عرفت مني انهم مشيين من السيال بي. من الهاي اللي هو. من اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو اللي هو الفور. بيد. آآ نيجي بقى الاخر واحدة. اللي هي طب انا شعرفت من الكبير. هو دي مش النقطة اللي هي اسمها سي. خرج منها واحد امبير كده واتنين امبير كده. يبقى اكيد كان داخل لها كام? اكيد كان داخل لها ترتة امبير. ده المنطق. ازا كده النقطة سي خرج منها واحد امبير واتنين امبير يبقى كده اصلا كان داخل لها? تراتة امبير. يبقى انا كده عرفت مين اعلى في البوتينشل ايه ولا سي? ايه? لان الكرن تتحرك من يبقى هكتب في اي ماينس في سي. مش في سي ماينس في اي. ايكوال اي في ار. طب ال في اي ما عرفهاش. ال في سي بعشر. ايكوال اي في الار. العي بتلاتة. والار باتنين. خلاص يبقى اه ايكوال سكستين. اللي ندول بسيكس. وتستفتن. اللي نجد في تاني ونديها نهاية تانية تابوس تفتن. يبقى ال في ايكوال سكستين. نفس الكلام ده بقى احلى ده في ال اه في الشرح. نيجي هنا. اه اه في الاي ده. اللي هو ده. هو عايز دي بكام. تاني نمسك النوع بتاعتنا. قدي نقطة. التانية. التالتة. نمسك واحدة واحدة فيهم واللي ينفعنا نشتغل بيه ولا مش هينفعنا نخش على بعض على طول. نيجي هنا. عندي تونتي امبير نزلت كده. اتقسمت لناين والحاجة. الحاجة دي اكيد كام? الباقي بيدي تونتي ما هو التونتي كيتمشي كده دخل كده كده دخل كام? يبقى هنا في طيب الاليفن بقى دي جات هنا. بقى هنا في واكيد هنا في الباقي. بقى اللي هو كام? اللي هو سيكس. السيكس امبير بقى لما جات عند النقطة سي. قبلة التمانية امبير بقى التمانية امبير نزلة كده. والسيكس امبير دخلة كده. يبقى هنا بقى كام? فورتين امبير. يبقى الاي بفورتين امبير. هو قانون كيوت خالص. بسيط خالص. اللي داخل قد اللي خارجه بتطبق بقى. مش مشكلة. كام برضو عايز قيمة اللي هو ده. تعال نشوف. اه هنا بقى مديني ايه? هنا مديني الفولت اللي على الريزيستنس. الفولت لا ما هو في الاول. المسألة اللي هي رقم مسألة دي. ادى لك البوتينشل بيتوين توو بوينتس. البوينت دي بكام والبوينت دي بكام عشان تجيب الفرق بينهم. فتقول ايكوال اي فار. يبقى دي بيتوين توو بوينتس ايكوال اي فار. هنا بقى ادى لك البوتينشل اللي على الريزيستنس افسها. هنا بيقول لي ان الريزيستنس دي عليها توو فولت. خلاص اللي هي فيها بكام? فيها على ار. يعني توو دفايد هاف. يعني فور امبير. يبقى ده هنا كده في فور امبير. الفور امبير ماشية كده. رايحة للنقطة ايه? قبلت اللي اتنين امبير اللي ماشية كده. رايحة برضو نقطة ايه? يخش هنا يبقى كام? يبقى سيكس امبير. بقى اتنين ستة. طيب نفسك كام هناك? الاي اللي هنا بكام? ما عليها خمسة بولت. خمسة بولت وتن اوم يبقى هنا ايه? في على ار. خمسة على عشرة بنص. يبقى هنا في هاف. طيب الهاف قبلة السيكس. مشيو هنا بقى كام? سيكس بوينت فايف. ده كده نمبر سيكس. خلاص. ده بداية هنا بقى ده كده ايه? اللي هو اه بس فيها عشان نحلها لازم نحل اه ب برضو الاول. تعال نشوف كده مسلا. هو عايز قيمة انا لسه ما عارفش وما مش هنحلها بالكي في ال انا مش لسه لسه هارجع هواقف وهارجع عشر بس هولا كنا حاجة. الوقت انا عندي هنا اتنين امبير ماشين كده. وواحد ونص امبير ماشين كده. يبقى اكيد اللي بالازرة ده قيمته كام? اتنين واحد ونص ثلاثة نص. يبقى ده اي ايكول سري بوينت فايف. تعالى نسمي ده اي. بس انت كده حطيت خطوة بكي سي ال. بعد كده بنطبق كي في ال عشان نيبقى اللي هو عايزه. فهنقف لحد هنا بالنسبة لكي سي ال. البورت اللي جاي ان شاء الله هيكون كي في ال. موسيقى موسيقى